موسيقى الإيمان، الرجاء والمحبة هن الفضائل الإلهية الثلاثة يلي نحطط بنعمة مجانية من الله بقلب الإنسان حتى يقدر يكون عم بيعيش حقيقة كونه ابن لأله وتلميذ ليسوع المسيح هالفضائل الإلهية هي اللي بتأهلنا أنه نكون عم نعيش كل الفضائل الأخرى الفضائل الأدبية، الفضائل الإنسانية نقدر يكون عنا هالحياة الروحية والرغبة للسعي نحو أنه نتعرف أكتر على سر يسوع المسيح وعلى سر الله الخالق الفضيلة الأولى اللي بنحكي عنا هي فضيلة الإيمان الإيمان هي هذه الفضيلة اللي بتأهلنا أنه نقدر نقبل حقيقة وجود سر يتخطى وجودنا البشري والإنساني هي اللي بتخلينا بنعمة مجانية من الله وليس بقوتنا الشخصية بتخلينا نؤمن بالله الخالق الله يلي أخرجنا من العدم إلى الوجود بتخلينا نؤمن بسر الله الذي يحب الله الذي دخل بعلاق مع الإنسان الله الذي يريد أعطائي الخلاص هي كمان هالفضيلة اللي بتخلينا نقبل هذا السر يلي بمنطقنا البشري لا يمكن أن نقبله أو أنه نفهمه سر السلوس هي اللي بتخلينا نقبل سر التجسد سر الفدة هي اللي بتخلينا نقبل حضور الله بحياتنا إنما لأنه الله خلقنا أحرار لأنه الله خلق الإنسان كائن حر قادر حتى أن يرفض حضور الله بحياته وأن يرفض قبول هذه النعمة الإلهية هون رفض هذا الإيمان رفض هذه الموهبة هي اللي الكنيسة بتسميها الخطيئة ضد الإيمان وبالتالي هون تبطل أو توقف مفاعل هذه الموهبة بحياتنا بسبب أساوية قلبنا وبسبب رفضنا لأله من شان هيك الإيمان يتطلب التواضع لحتى نقدر نفهم أنه نحن لسنا الخالق نحن مننا أكبر من الله وعائلنا وفكرنا على أهميته بالسعي لإكتشاف سر الله لا يمكن أن يفهم سر الله بأكمله وبالتالي لابد أن نؤمن لابد أن نثق بهذا الإله لابد أن نتواضع لكي ما نقدر أن ندخل في هذه العلاقة مع الله إلى جانب هذا الإيمان يلي هو هبى من الله في جواب من الإنسان هو العمل مثل ما بيقول ماريا عقوب الإيمان دون الأعمال باطلة وبالتالي هذا الإيمان يلي هو هبى من الله أعطي لألي من أجل خلاصي ومن أجل خلاص الآخرين لابد أن أفعله بحياتي أنه أظهره واستثمره بحياتي من خلال الأعمال الصالحة لكي ما أنا بحياتي اليومية أقدر كون عم بعبر بطريقة حسية ملموسة عن حب الله للبشرية وعن إيماني بهذا الإله لحتى أقدر أنا بحيالة محل كنت فيه أقدر أقول أنا أؤمن بهذا الإله الذي دخل في حياتي ليعطي لي حياتي معنا وبالتالي أنا أعلن عن حبي لهذا الإله من خلال حبي للآخر بمسيرة الصوم هذه اللي نحن عايشينا مطلب من الله بتواضع منحط حالنا بين إيدي مطلب منه منقله يا رب زدنا إيمان لأنه هذه النعمة هي منه أن نؤمن بهذا الإله هي نعمة من الله إنما هي أيضا جهاد يومي أن أحافظ على وديعة الإيمان هذه بكل ما أوتي من قوة لأن هذه أثمن شيء الله وهبنا عم يستثمروا بحياتنا من شان نكون عم نشارك معه بخلاص إخوتنا البشر وربنا إيباركو جميعا